اللي حصل ده نيعنيش انه الثورة اتهزمت لانه هيجي لك البند بتاع النجاحات والنجاحات بارده كتير لكن هاخد لك ثلاث حاجات منه اول حاجة كسر حاجز الخوف ان انت تنزل لأكبر ميادين البلد ان انت تتظاهر ان انت مطالبك تتحول من ايش حرية عدالة اجتماعية لارحل ليسقط حكم العسكر ليسقط النظام اسخاط النظام كلام كبير قوي ما كانش بيحدث في مصر اخرك شوية مظاهرات جانبية في حق عالسكة عالناصية وتدريب عمل الاخوان المسلمين انه هنعمل مظاهرة في القتة الفرنية الساعة 8 واللف من الشارع ده على ما يجي الامن ما تلاقيناش وبخ سلامتك وده حصل عشرات المرات النهاردة في الثورة لأ اسقطنا الصنم صح كويس بربع عليك لكن انا لنسقط النظام اتنين لأول مرة في تاريخ مصر الناس تروح طوابير بالكيلومترات عشان تدليب صوتها واسكر ان انا اديت صوتي في التجمع اظن في التصويت على على الدستور وتلاقيت ناس من المعارضة ولا من الفنانين ومنهم مثلها ايش عارف اسمها ايه صبري مش ياسمين صبري معارفش اسمها هندو صبري اظن كانت محجبك ورايحة وبتشتم وهي في العربية في الرئيس وفي الاخوان وفي الثورة وراحت اديت صوتها بامان وحرجت كانت موجودة معاها سوقها في العربية المصرية بتاقتها وانا ماشي في التجمع في جنب المدرسة بصور وبشوف بتابقى الاخبار اول انتخابات اول استفتاءات حقيقية تحصل في مصر شوفناه حمد لله عشناه روحنا اللجان لا زورنا صوت ولا حزفنا صوت ولا اضفنا صوت انما بصوتنا اجبرنا العسكر الجنرالات على الاستماع والاتباع والسمع والطاعة اوعى تمدي ايدك على صندوق يلا حاضر تمام يا فاندي وهنا استحضر المقولة الخالدة ليه اتنين جمال حمدان وازنوا اه جمال الدين الافغاني والاتنين يتكلموا في ان العسكر عادة لا يخضعون الا للعدو ولا يحاربون الا الشعوب ده العسكر اللي بقولك علي مش الجيوش العسكر ما يحاربش الا شعبه لانه بيستخدم البندقية باسم الوطنية وباسم ان انا في الجيش وحاكمك بحاكم عسكرية اه ليه الاسم فانت غيرت قولي انت لسه ما انتصرتش والثورة ما انتصرتش انا ما فيش في ايدي بندقية ومش احمل بندقية هو بيحمل بندقية باسم الوطن والمفروض البندقية موجهها للعدو اللي برا موجهها جوه وانت عملتل امني تقول الثورة راحت الثورة ضاعت الثورة احلام بطاروا تجي 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 تبقى عهام للناس خليك قاعد انت كويس كل واشرب ونبست ما حادش قالك حاجة لا يكلف الله نفسا الا خليك قاعد انت بس انت اقعد ما حادش قالك حاجة بس لو ما تحصل الثورة ما تقولش ما انا كنت معاكم لان انت جيت بس اه همومك وقرفك وسمومك في الناس مع الناس العمالة جات قاعد الثورة خلصت ما هي ما خلصتش بدليل ان احنا موجودين لحد النهار تالت انجاز باعتبره تاريخي ان الاول مرة كحها العيني برئيس مصري يحمل الدكتوراه في الهندسة منتخب من الشعب انتخاب حر نزيه في منافسة حرة ونزيها ضد جنرال عسكري فاسد اول مرة واول مرة شوف رئيس بدأني واول مرة شوف سيدة اولى محجبة واول مرة شوف رئيس ما عادش في العصر واقعد في شاقته لانا زورته وكان معانا ساعتها في الوقت ده ناس بقى اصبحوا شهداء اظنه كان من بينهم الهندس ايمن عبغاني يعني علي من الله سحائب الرحمة الله يرحمه واحمد عبدالعاطي الدكتور احمد عبدالعاطي وغيرهم يا جماعة دي اشياء لا لا يمكن نسيانها بتقوليش ما حصلش حصل وحصل صراع والعسكر نزلوا ناس والعسكر عملوا في ناس وقابوا ناس وعملوا حزاب واولا وخرجوا ناس والاخوان قربوا من ناس والحرية والعدالة فاز دي كلها نتيجة الثورة نتيجة الثورة عفتاح السيسي لو لا الثورة ما كانش عفتاح السيسي ولولا الثورة ما كانش محمد زاكي إيه اللي باقي على الرئيس خلي بالكم كل دول مصاصي دماء بسبب الثورة لا عارف ان اعنا عندنا مادة كتير بس كمان انا هقول لك